أكدت مصر على اللسان وزير الخارجية سامح شكري بأن الأزمات الدولية الرغنة تتطلب حواراً شاملاً بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء منوهاً بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات وخلال كلمته بصورة افتراضية في اجتماع أصدقاء التجمع بريكس شدد شكري على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل وتناول شكري الفجوة التمويلية الرغنة على مستوى العالم والتي تتطلب الانخراطة في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية وإنشاء آليات تمويلية جديدة مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع بريكس عام 2021 والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز توجودهما في الدول النامية وخاصة في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر